مشروع قانون التقاعد الذي سيعرض على البرلمان قريباً أقرى تعديلات على المادتين السادس عشر والسابع والأربعين من القانون رقم ثلاثة وثمانون اثنى عشر المؤذخي في سنة الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين وهذا تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية أظامية إلى وضع حد للمعاشات الدنيا حفاظاً على كرامة المواطن تم إحالة مشروع القانون المتعلق بالتقاعد من خلال تعديل المادتين ستاش وسبعة وربعين منه ذلك تجسيداً الالتزامات التي أزدها السيد الرئيس الجمهورية في مجلس الجزراء الذي تم في ديسمبر 2022 من أجل تحقيق العدلة الاجتماعية في الاستفادة من ثروات الوطن بين كل المواطنين المشروع الجديد يرمي إلى ربط الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون أي بنسبة 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون فيما يمكن للعامل الذي استوفى سن 60 عاماً واشتغل فقط لمدة خمس سنوات أن يستفيد من التقاعد عكس ما كان معمولاً به سابقاً حيث كان يشترط على الموظف أن يعمل لمدة 15 سنة على الأقل سيكون سن التقاعد على الأقل 60 سنة والهنا كان نقطة ممكن سيثار فيها النقاش هل المرأة تبقى 55 سنة أو حتى هي ستكون 60 سنة هذا الشيء الذي سنناقشه في المدة 47 يقول لك يخرج المتقاعد ليثبت خمس سنوات فقط خدمة أو عشرين شهر عمل يخرج على الأقل بـ 75% مشروع نص قانون التقاعد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وصون كرامتهم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان دخل لائق لأصحاب المداخل الضعيفة ترجمة نانسي قنقر